الحاجة التانية المهمة جدا للأسف الشديد للأسف الشديد كل فترة تلاقي واحد من المحسوبين عن نادي الأهل رغم انه ممكن يكون ملعبش فترة كبيرة ممكن يكون لعب سنتين تلاتة كلام من ده بس مفيش مشكلة طواما كنت نجم في النادي وقدرت ان انت تعمل مجهود كويس وكلام من ده اه مش جبتش بطاق كتير اوي كلام من ده بس برضو انت محسوب عن نادي الأهل لكن في نفس الوقت مش اي حد يا جماعة محسوب عن نادي الأهل فهو ملم بمبادئ وقية من نادي الأهل مش شرط خالص مش شرط خالص لكن مش كل واحد هو كامل احترام من كل الشخصيات بالمناسبة لكن مش كل واحد نفسه يشتغل جواه نادي الأهل وشاف انه هو ملوش دور خلال السنوات اللي فاتت كلها وكلام من ده يطلع يقعد يقول كلمتين بقى ملهمش اي لازمة ومش وقعين ومش موجودين أصلا يقول لك ايه اصل الأهل اخر سنتين مش عاجبني فيه حاجة مفيش حاجة بتتعمل لا انت بقى مش مش واخب بالك بقى او انت مش متابع او انت عندك توجه او انت عايز تقول كده او انت مبسوط انك بتقول كده او ليه غرض ما او انت حاسس او شايف من وجهة نظرك انك لما حتقول كده الأهلي حيشغلك لا نتمنى الناس كلها يا رب تكون يعني بتحقق احلامة في نهاية سواء بتشتغل جواه نادي الأهلي برا نادي الأهلي اي كلام مفيش مشكلة خالص يعني تمام لكن في نفس الوقت لو انت فاكر ان بالاسلوب ده انت حيكون لك مكان جوا منظومة النادي الأهلي سواء مع المجلس الحالي او مع مجلس تاني ممكن يجي بعديه يبقى انت بتحلم مش هي دي الطريقة خالص لان يا جماعة كم النجوم الكبار في تاريخ النادي الأهلي اللي لعبوا في النادي الأهلي ده وسهموا في بطولات عديدة وانجازات كتيرة وفي نفس الوقت مش موجودين جوا المنظومة لكن بيسندوا ويدعموا المنظومة من خارج وهو ده الدور اللي معتاد دايما من جماعير النادي الأهلي ومن كل من هم محسبون على النادي الأهلي لكن للأسف كله قليلة جدا من هؤلاء عايزين بس ان هم يلفتوا النظر لهم وفاكرين ان بالطريقة دي هم كده هيكون لهم دور جوا النادي الأهلي ده صعب جدا بالاسلوب ده صعب جدا فما تقفوش عند التصراحات اللي زي دي لأن هي مش وقعية ومش حقية ومخالفة تماما للواقع الأهلي آخر موسم مش موفق في بعض البطولات لكن المواسم اللي قابليها مكتسح مكتسح أفريقيا هو الكنج في أفريقيا هو اللي واخد بطولتين أفريقيا وراء بعد اتنين سوبر وراء بعد برونزيتين كاس عالم حتى على مستوى الدولي الأهلي بيشرف مصر بشكل كبير جدا فللأسف الشديد مستحيل أن كل أبناء النادي الأهلي يستغلوا في وقت واحد جوا النادي أنت النهاردة مش موجود ممكن بكرة تبقى موجود أنت النهاردة موجود ممكن بكرة تبقاش موجود لكن في الأول وفي الآخر ما تحاولش تخسر جمهور النادي الأهلي يعني لازم يكون فيه ذكاء أكبر من كده بصراحة فدي برضو جزئية من جزئيات المهمة مهمة مهمة مهمة